أشهد وزير الخارجية سامح شكري بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية بين مصر وباكستان مؤكدا حرص مصر على دفع التعاون بما يعزز قدرة البلدين على مواجهة تحديات مشتركة جاء ذلك خلال اللقاء وزير الخارجية بنظيره الباكستاني محمود قريشي لدى وصوله العاصمة الباكستانية إسلامباد في رابع محطات جولته الأسيوية وأعرب الوزيراني عن تطلعهما إلى استمرار التواصل الوثيق على كافة المستويات وتنسيق على الصعيدين السنائي والدولية كما استعرض عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتركة وأعرب شكري عن تقديره للصدافة باكستان للدورة رقم 48 لمجلس وزراء خالجية منظمة التعاون الإسلامي المقررة في إسلامباد يومي 22 وال23 من مارس الجاري